رحمة الشريف تعليقك على فكرة السيرام الرأي يقول بأن السيرام لم يستهدف الطائرات المسيرة الملغمة وبالتالي السفارة الأمريكية في بغداد متورطة بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي رأي آخر قال سمعت أصوات السيرام وقد أسقطت طائرة من الطائرات الثلاثة المهاجمة رأي آخر يقول لك الطائرة لم ترصد من السيرام لأنه لم تأتي من خارج المنطقة الخضراء وإنما تم التحكم فيها من داخل المنطقة الخضراء أمام هذه الفرضيات الثلاث كيف تعلق عليها وماذا ترجح نعم هو كتقييم السيناريو الذي يتعلق بقضية الاختيال يفتقر إلى البعد المنطقي في الإقناع لأنه لماذا يستهدف السيد الكاظمي في هذه الفترة وهو بالأساس حكومة تسيير أعمال جاءت كحكومة توافقية ثم انتهت صلاحياته وهو الآن خارج إطار القرار السياسي وبإمكانهم القوة التي قد تتهم بأنها تقف خلف عملية الاختيال بإمكانهم تغييره بكل سهولة عبر الحوارات والتفاهمات السياسية فلماذا يصار إلى استهدافه حتى تأخذ القضية هذا المدى اثنين في قضية السيرام السيرام تصنف في الدرونات بالنسبة لمنظومات الدفاع الجو بأنها معظلة تستلزم الحل على اعتبار منظومات الدفاع الجو التقليدية الصاروخية بمدياتها البعيدة والمتوسطة والقصيرة لا تعالج هدفا كالدرونات لبطء الحركة قلة الكلفة ضعف الحجم كلها هذه بالحقيقة ما تتعامل معها منظومات الانذار المبكر لبطاريات الصواريخ كهدف حيوي وحتى إذا عولجت فتكون غير مجدية على اعتبار من غير الممكن أن تطلق صاروخ قيمة قد تصل إلى مليون دولار على هدف لا تتجاوز قيمة الخمسمية إلى أقصى حد إلى الألف دولار فإذا تكون الجدوى غير متحققة والعملية تكون فيها استنزاف لذلك استعيض عن السيرام وهي بطاريات مدفعية وليست صاروخية تعتمد مبدأ الانذار المبكر والنظام الراداري في التوجيه ليست كمقاومات الطائرات التقليدية التي تعتمد على الفيجول البصري فكان الأجذر أنه على أقل تقدير أن منظومات متحسسات الرصد والانذار لهذه البطاريات أن تتحرك وممكن أن يبطئون في المعالجة إدراك منهم أن نقطة الانطلاق للهدف هي ليست ذات تهديد إذا ارتفع الهدف ضمن المنطقة الخضراء فمعنى ذلك هو يصنف كهدف صديق كثير من الفرضيات والتساؤلات تسقط البعد المنطقي في السيناريو لذلك في تقديري أنه أكو احتمالية الاحتمال الأول هو رغبة في إثارة عاطفة وتسويق جديد للسيد الكاظمي لولاية الثانية هاي وحده وهذه نتحدث بها بصراحة أو إيجاد ذريع للإرادة الدولية للتدخل لإسكاة الفصائل وإيجاد مبرر لإخراج الفصائل كليا من المعادلة السياسية بعد حالة العدم القبول والقناعة بمخرجات الانتخابات والتلويح باتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى حديث السلم الأهلي لاتنس